عدد من الأخبار العاجلة نتابعها أولا بأول شهود عيان يؤكدون لرويترز وجود قصف جوي يسهدف وسط العاصمة الأوكرانية كييف قبل ذلك الجيش الأوكراني أكد أن القوات الروسية تطلق صواريخ كروز من طراز كليبر على أوكرانيا من البحر الأسود ترافق هذا أيضا مع إعلان عن ضربات جوية روسية استهدفت كل من سوميو وماريو بول وبول تافا وكانت مراسلة العربية أشارت إلى أن خاركيف أيضا تتعرض لقصف صواريخ رغم تمكن قوات الجيش من إعطاب 22 دبابة مراسلة العربية أشارت إلى أن هناك أزمة غذاء وأن الناس خائفون وأنهم في الملاجئ وأيضا مراسل العربية عبد الجواد الرشد أكد لنا أن هناك أعمال سلب في كييف رغم أن مراسل العربية في كييف نفى هذا الموضوع